في اليومين اللي فاتوا ولحد الوقتي الدنيا مقلوبة بسبب ترند عيب ميلاد بلاجر مريم الحركي اللي طلبت من المعزين ان هما يجوا بلبس شعبي بيئة سرسجي زي ما بيشوفوا الشخصيات الشعبية في الأفلام والمسلسلات ولكن العيب ميلاد نفسه اتحول هو كمان لاخناقة من خناقات سينما العشوائية في ناس بتتهم السينما ان هي اللي جملت سلوك العشوائيات طب هو ايه العلاقة؟ وهل فعلا السينما بتقدم صورة نماطية للعشوائيات؟ ولا فيه اختلاف بين يوسف شهين وخالد يوسف ومروان حامد؟ تعالوا نشوف ازاي تقدمت صورة مختلفة لبلطاجي الحتة طب وإيه العناصر الجمالية الإخراجية كمان للأفلام دي؟ هتكلم عن كل ده؟ أنا ضوحة الورداني وده ما تأفلامش الكهرب ما ورب أهلها أول الألفينات السينما المصرية قررت تقرب من علم العشوائيات بصناعة أفلام رواقية طويلة عنه وده كان مختلف تماما في السينما المصرية بعد ما كانوا مهمشين وسيرتهم كده بتيجي من بعيد بقى فيه أفلام مخصوصة عنهم وعن علمهم من أول صورة البيوت المصنوعة من خشب أو صفيح شدة الفقر المهانة اختلاف معايير المبادئ والكرامة وبالمناسبة الحتة دي بالتحديد هي اللي قلبت الدنيا على صناع الأفلام بإنهم بيقدموا فن هابط وبيخلوا بقيم المجتمع وكلام كتير كده مهم نرجع لموضانة بإن أهل السينما قرروا يرفعوا الغطا ويكشفوا المصطور عن المجتمع المهمش ده اللي لفت النظر عنهم الأول كان المخرج يوسف شهين بفيلم القصير الكاهرة منورة بأهلاء سنة 1991 الفيلم هتشوفوا فيه الأحياء العشوائية مشاكل الصرف الصحي البيوت المصنوعة من الخشب والقودة اللي فيها أسرة كاملة ممكن يوصلوا لعشر أشخاص كان فيه جرق أحيائية منه إنه يصور مشاهد دي وقتها الفيلم رغم إنه قصير إلا إنه ده سين فنيا يعني وإنته بتشوفه حكون في حيرة هل هو فيلم وصائقه قصير بما إنه موثق مشاهد حية لبيوت وأشخاص وزروف وكمان يوسف شهين طالع فيه بذاته الحقيقية بإنه هو المخرج يوسف شهين ولا هو فيلم رواية قصير بسبب الحوارات المكتوبة والمشاهد اللي فيها تمثيل حقيقة هو في صناعته مكس ما بين الاتنين بس بما إن الجانب التمثيلي موجود فكده خلاص شكرا هو بقى فيلم رواية قصير حب شهين للقاهرة واضح من كدرات الفيلم اعتبر من أهم الأفلام الإسنوغرافية للقاهرة في الفترة دي لإنه شهين عارض العشوائيات بألوان فيها المضلم وفيها المنور حسب الحالة اللي حابب يعرضها ويكشفها في المشهد ده يعني وإنت بتتفرج مش هتقول عشوائيات يع لا هو بيترحلك المشاهد بحب حقيقي المصر ورغم إن الفيلم اتعرض على استحاق شديد ما حصلش الفيلم على العرض اللي يستحقه وشهين طالته اتهامات كتيرة وقتها بإنه بيشوه صورة مصر وبيوريها للأجانب والاتهمات دي كان بسبب إن كاميرته رصدت الأماكن العشوائية بكل مشاكل حقيقية فيها كان فيه عرف سائد عند صناع الأفلام قبل ما شهين يهده إن المهمشين يفضلوا مهمشين وبلاش نتكلم عنهم يكفي نذكرهم كده سريعا وخلاص لكن شهين قرر يرجع لهدف السينما الحقيقي وهي إنها مرآة للمجتمع يعني اللي موجود في الوقع هينعاكس في الأفلام وعلى فكرة الفيلم متوفر على الفيسبوك مدته حوالي 25 ديئة شوفوه وهيعجبكم صحيح كان معه وقتها خالد يوسف ومن هنا نقدر نستوعب اهتمام خالد يوسف بالعشوائيات وبدأ من فين حينما يصر المخرج خالد يوسف بدل مخزن صورة فيلم الكاهرة بنوارب أهلها جوان لحد ما قرر يكبرها ويعمل منه فيلم حينما يصر فيلم ده عمل هزة حيائية للمجتمع المصري وقتها واجه وقت عرضه انتقادات لا تتخيلوها إلا أنه فتت السورة المزيفة للطباقة الفقيرة من أنهم بيعانوا من بعض الفغر لكنهم مستورين والحمد الله لأنه لا هو كشف حالة من الانسحاق الكلي وفقدان الأدمية وفرض قوانين خاصة بيهم عشان لقمة العيش زي شخصية عادة الحشيشة اللي قام بدورها عمر ساعد حشيشة شاب فقير بيعاني من أوضاع اجتماعية صعبة زي أنه عايش في عيشها مطالب بأنه يسرف على مامته ولا دخول مهاجر للعراق من خلال شغله كميكانيكي وبالمناسبة هو لا شاطر في الشغلة ولا أمين على عربيات الناس بتدفعه الظروف بعد كده أنه يكون مسؤول عن ولاد أخته اللي جزء هيقتلها بسبب أزمة عباسية لأنه شك فيها بالغلط واستكمل وعدها دي بيكتشف أنه بقى بنتيجة لحظة عابرة كان نتيجتها طفل ما تمش تسجيله في السجلات المدنية اتحرم من أهله طول العمر وفوق كل ده الأجهزة الأمنية بتحاول تجنده كمرشد للجماعات الارهابية في الحتة بداية الفيلم كان مميزة لأن المخرج بدأ الفيلم بصورة حقيقية للعشوائيات وأزمة السكان والكسافة السكانية وكمان منشطات الجرائد عن أزمة العشوائيات اللي توصفت وقتها بأنه سرطان بيدرب مصر لما تدقى وقوي بقى هتلاقوا أن مشهد السطح اللي فيه الغسيل المنشور اللي بيدخل منه جوه الحر عشان نعرف حكاية حشيشة وموردة والجران يعتبر مصخة قريبة بالملي من الكادر اللي استخدمه يوسف شهين في فيلم الكاهرة بنوارة بأهلها عشان يعرض أزمة العشوائيات حتى بفكرة الغسيل المنشور لكن بألوان مختلفة واضح أنه متأثر بفكر أستاذه اللي منه قرر يكبر الفيلم فيلم رواقي طويل ويبين بقى يحط فيه سرعات ودرامة مهمة وكده في فيلم حين ما يسرق بنبدأ نشوف لأول مرة السيوف وكذلك كأسلحة حدة بيتم استخدامها في الخنائين وإزاي حشيشة بشبحنة وعنف قدر يكون بلطاجي الحتة وبدأت ترتبط سينما العشوائية بفكرة بلطاجي الحتة المسيطر عالكل ولكن هو بلطاجي عنده مبادئ يعني آه رفض الاعتراف بابنه من الست اللي أقام علاقة معها لكنه سبق ودفع عنها من الاختصاب قبل كده آه يسرق دهب أمه بعد ما يكتفها بس يبوس إيديها ويقعد تحت رجليها يعتذر لها وهو لسه بيسرقها صحيح هلا فاخر كانت عظيمة في دور الأم من أول فيلم حين ما يسرق نقدر نقول إن سينما البلطاجة في العشوائيات بدأت تاخد شكل ناضج عن الأول يعني زمان كان فيه مشاهد عبرة وخلاص سواء تراجدية أو كوميدية لصورة البلطاجي زي مثلا لو فاكرين البلطاجي اللي حاول يسبب محمد هنيدي مثلا لكن هنا بدأ يكون له أبعاد درامية وكمل بعدها خالد يوسف سلسلة النبش في العشوائيات زي دكان شحاتة وكلمني شكرا هو كان بيشرح العشوائيات مما نزوره وبيكشفها كده وبيرفع عنها الغطاء اللي سبق ورفعها أستاذه إبراهيم اللبيض لو حشيشة خالد يوسف لسبق في بلطاجيات العشوائيات فزرزور مروان حامد هو بابا المجال في فيلم حين ما يسرق اللي سبق إبراهيم الأبيض بسنتين بتشوف خالد يوسف عرض العشوائيات على إنها بيوت كتير لزقة في بعضها غير متنسقة الشكل مبنية من الخشب والصفيح لكن عشوائيات مروان حامد كانت مختلفة لأن هدفه كان جمالية القبح هو كان بيفتش عن الجمال وبيخلقوا فيلم إبراهيم اللبيض هو مش جاية يريد لك صورة عشان تكرهها مثلا أو يعكس لك صورة الواقع لا هو حاول يخلق واقع موازي من خلال شخصية المعلم عبد الملك زرزور الأقرب إلى إله بيحي ويميت على كيفه من نظر تعين الأمر بيتنفس الزهور الأول عبد الملك زرزور اللي قام بدوره محمود عبد العزيز كان من ظهره مروان حامد خلق عندنا فضول مين الشخصية اللي موجودة في مكان عالي قوي كده لوحدها فوق عن كل البشر بيرفع السلاح الآلي تاك 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 كل الأزمة اللي كانت موجودة ما بين إبراهيم اللبيض وأولاد وشيبة بتخلص بجملة واحدة حد اللي شؤ لحاجة الجملة اللي تقالت وحواليه مساحة من النور كبيرة جدا من السماء اللي ضفت له بعض إلهي كمان في تصويره للشخصية تاني جملة حتأكد سلطته على أهل منطقة الأباجية لما يقول لإبراهيم اللي قام بدوره أحمد السقا أنا حييتك تاني كلمتين يزرعه الرعب في قلب اللي قدامه من غير ما يلوس إيده بنقطة دم زرزور هنا تاجر مخدرات كبير في منطقة الأباجية لو مدي نفسه صفة إله فهو أقرب لإله الموت وإن كان عايش في منطقة عشوائية إلا إنه أرقق من كل البشر مش مشاركهم نفس السكن هو لي بيت فوق جبل المؤطم مخصوص عشانه هو وإسرته وكأنها مثلا قلعة الموت أو قلعة ألموت مروان حمد منفذ مناظر مع أنسي أبو صيف عالية الجمال والدقة وبتخدم على الأحداث من منظور جمالي وقت أزمة إبراهيم مع شيبة اللي سرق منه كيس المخدرات هنشوف إن كل ابن من أبناء زرزور ماسك سلاح مختلف في إيده بالمناسبة كل سلاح هو السلاح الأقرب لشخصيته متناسب كمان مع مهارته والشكل اللي ظهر به يعني سيد رجب منطقي إن احنا نشوفه لو لابس جلبية أو عباس عيدي إنه يكون ماسك شوما تلاحه الأول محمد ممدوح نعارفين الهيئة الجسدية بتاعته في إنه يكون ماسك سلسلة من الحديد في إيدام منطقية خالد مثلا إنما يكون ماسك سيف كبير أو كازلك منطقي لأنه أصلا طويل إبراهيم نفسه صلاح الأساسي في الدفاع عن نفسه وفرض سيطرته هو المطوك وده ليها علاقة بشخصيته الأساسية اللي هي الجاري السريع من أول الفيلم منه هو طفل لحد ما هو كبر وإحنا شوفناه قالية الدفاع الأولى عن نفسه هي الجاري فلما بيستخدم المطوك بتكون أقرب لتلطيش بيدرب بها الشخص اللي قدامه بسرعة وخلاص عشان يتنقل على اللي بعده بالمناسبة البلطاجي هنا برضو عنده مبادئ والشخصياتهم مؤلمة يعني إبراهيم اللي أبيض شاهد حادسة قتل والده قدام عنه وهو طفل فطبيعي يكون بلطاجي ويحب ينتقم من اللي قتل والده لكنه بيقع في حب حورية اللي قامت بدورها هند صبري حورية هي الخطيقة خطيقة إبراهيم اللي خرجته من جنة الحياة ووصلته لنهاية مأساوية لأنه وقع في حب حد مش مكتوباله مش بتاعتك يا إبراهيم ووصلت كمان عبد الملك زرزور لحالات من الضعف والزل لحد ما تخلص منها حسنا ده ملك خلاص محدش يقف أصاده الفيلم التقيل ده صعب يتقرن بعد كده مع أفلام العشوائيات التانية زي سلسيب محمد رمضان عبد الموتى الألماني قلب الأسد لأنها كانت سطحية وساسجة وكان فيه استسهال في كتابتها وتمثيلها الشخصيات ما كانش ليها مبررات درامية حقيقية زي بقى الشخصيات السابقة متعرفش ليه ده بقى بلطاجي أو حتى تتأثر بأهل العشوائيات أو إنهم بيتقدموا ليك بصورة فيها فن لأنه خلاص كان الإنسان تشبع بشفتهم عشان كده كان فيه ناس بتقول عليها إنها أفلام سرساجية هل أنتوا شايفين إن السينما هي اللي نشر التفكير العشوائيات ولا إنها اتعاملت مع سلوك موجود فعلا وهل ده ليه علاقة بالله حصل في عيد الميلاد وبس كده سلام